بسم الله الرحمن الرحيم يمكن لأي شخص استخدامه لحساب الطاقة الشمسية أي عدد الألواح والبطاريات وأيضا المنطيم وكذا المحول هذا الملف بسيط جدا قمت بإنشائه اليوم ملف بسيط جدا يجمع جميع المعادلات لحساب هذه الطاقة الشمسية فقط ليسهل للناس وفي الخالي بعض الناس يرسلونني حول هذه الحسابات هذا الملف يمكن لأي شخص استخدامه وحساب الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله مثلا في فيديو سابق قمت بحساب أو بشرح كيفية الحساب بالمعادلات كما في الشكل هنا قمت بشرح المعادلات التي تستخدم في هذه الحسابات جميع هذه المعادلات قمت باستخدامها هنا في هذا الملف ليسهل طريقة الحساب في هذه الطريقة في هذا الحساب يعني هذا الجدول يمكن فقط إدخال قدرة الأجهزة المستخدمة في المنزل كما شاهدون وضعنا هنا هنا العدد يعني هنا عدد المصابح أربعة قدرة كل مصباح عشرة مدة الاشتغال هي ستة ساعات المجموعة القدرة هي أربعين واط يعني كل مصباح بعشرة واط هي أربعين واط والطاقة المستهلكة في اليوم وهي مائتين واربعين واط هنا الكمبيتر أيضا قدرته ثمانين واط يشتغل أربعة ساعات ثمانين واط وهنا ثلاثمائة وثمانين واط يعني إذا كان لديك أي أجهزة أخرى يمكن إضافتها هنا مثلا فقط تقوم مثلا بوضعها مثلا لدينا مثلا اثنين قدرة كل واحد مثلا عشرة واط مثلا كمثال مدة الاشتغال مثلا في كل يوم سنعتبر مثلا أربع ساعات مثلا كما تشاهدون تم حساب هنا عشرين أوتوماتيكيا كمراحظة بالنسبة لها وضعتها هنا جميع الأماكن المسبوغة بالأصفر من الأحسن أن لا تقوم بأي تغير فيها لأنها تضمن معادلات وأي تغير فيها يمكن أن يختيرك في الحسابات كما تشاهدون هنا تمانين واط عشرين واط كما تشاهدون هنا ضروري من تغيرات لاحظوا سأقوم بأرجاعه شاهدون هنا كان مائتين وستوة وثمانين أصبحت تلتمية وثمانش كذا الطيار من خاصة بالمنطم وكذلك يعني طريقة بسيطة جدا هنا نقوم بإدخال المعطيات خاصة باللوحة البطارية هنا فولتيات النظام الذي سنشتغل عليه كم ملاحظة إذا كان لديك نظام كبير شيئاً ما فمن الأحسن أن تشتغل على توطر أعلى 24 فولت أو 48 فولت إذا كان هنا طيار الس وهو طيار اللوح يعني اللوح يعطيك القدرة والطيار والتوطر يعني هذه المعلومات موجودة في أي لوح شمسي هنا قدرة اللوح طيار توطر اللوح بالفولت هنا البطاريات التي ستشتغل عليها هنا يدخل 180 أو 50 مهم الساعات البطارية التي ستشتغل عليها هنا معدل الإشعاع الشمسي غالباً يكون من 4 إلى 6 هنا وضعت 5 كمتوسط نسبة فريق البطارية 08 يعني غالباً 08 أحسن هنا تضع عدد الأيام التي يكون فيها الغيام يمكن وضع يوم واحد أو اثنين هنا يعطيك النتائج هذه النتائج التي نحتاجها نحن أربعة الألواح بطاريتين محول 138 واط يعني منظم شحن بـ 19.72 هذه المعلومات يعني ملف بسيط جداً يعني يغنيك عن الكثير من الحسابات أتمنى عنياً لصراحة أن تستفيدوا منه إذا كان هناك أي خطأ فما عليكم إلا مرسلتي سواء على تعليقات الفيديو على اليوتيوب أو تعليقات على المدونة وفي الأخير أتمنى أن ينال هذا الفيديو وإذن هذا الملف إعجابكم وإذا فيديو لاحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر